فكرة مهمة جداً للمتابعين قبلت المحكية عن العمل الأمني يعني حرب الجواسيس اللي وقع بين كيان صهيوني وبين المقاومة المسلحة لما صرأت عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر كان بين المعابر معروفة أنه قوات المقاومة هجمت عدة مواقع أكثر من 20 موقع داخل أراضي الفلسطينية المحتلة بين المواقع اللي هجموها كان معبر يسموه الإسرائيليين يسموه معبر إيراز نحن العرب والفلسطينيين يقولون معبر بيت حانون علش هذا المعبر بالذات؟ لازم نطرحوا سؤال علش هذا المعبر بالذات؟ علش نطرحوا هذا السؤال لأن قطاع غزة عنده 7 معابر 7 معابر 6 تخضع الرقابة المطلقة لدولة الاحتلال وحده وكان معبر رفح يخضع رقابة ثنائية إسرائيلية ومصرية وتحت إشراف أوروبي لماذا معبر إيراز بالذات؟ هذا المعابر السبعة كل واحدة فاش متخصة كان متخصة في وسائل البناء كان معبر يتمر عبر وسائل البناء عتاد البناء وسائل البناء وكذا كان معبر فقط خاص بالمحروقات معبر إيراز كما يسموه صهينا نحن نسموه معبر بيت حانون هذا مخصص لعبور الراغبين في العلاج بالذفة الغربية يعني الناس سكان قطاع غزة لما يحبوا يعالجوه وتكون أمراض مستعصية يعني ما تقدرش يعالجوها داخل مستشفيات غزة هذا تفصيل مهم هذا كانوا يلجئوا معبر إيراز هذا وبيت حانون بش يروحوا المستشفيات في الظفة الغربية أو يروحوا حتى المستشفيات في الأردن ولا ربما داخل الأراضي فلسطينية محتلة يعني القدس وغيرها من المهدن بش يروحوا يتعالجوه كذلك يمروا عبر الصحفيين يمروا عبر رجال أعمال والتجار يمروا عبر ديبلوماسيون فئات كبيرة لما نسمعوا باللي هذا المعبر لما تم اقتحامه يوم 7 أكتوبر وهذه معلومة ما هيش جديدة هذه وذكرها قيادي في حركة حماس أسامة حمدان ذكرها في قلها استضافته منذ أيام في قاناة عربية في لبنان على ما أظن قاناة الميادين ذكرها هذا الأمر من دون تفاصيل قال أن المقاومين استرجعوا داتا كبيرة يعني قاعدة بيانات أو قاعدة معلومات من مركز العبر هذا ناس ربما اللي ما تعرفش العمل الفلسطيني لداخل يقول لك وش في المعبر فيه ناس وربما فيه قوائم بتعلي عبره نو كيان الإسرائيلي وبتحديدا جهاز الشباك هذا جهاز الأمن الداخلي يلجأ لتهم بين الأساليب اللي عن طريق هي جند عملاء وجواسيس هي عن طريق المعابر قل لي كيفاش المعابر هذه لما واحد مريض عنده مريض بالسرطان وهذه قصص واقعية من الواقع كان يستهدف مرضى بالسرطان شوف الخساسة الوحشية تعالكية الإسرائيلي مرضى بالسرطان ومرضى بالكلا لازم باش يديروا جلسات علاج بالأشعة موش متوفر داخل القطاع لازم يلجأوا للذفة الغربية أو يروحوا حتى الأردن باش يديروا جلسات علاج بالأشعة أو عملية سفية الدم بنسبة لمرضى الكلا يعطلوهم يتعمدوا يعطلوهم في المعبر وميخليش يجوز يعني اللي رقب صهيوني اللي تم إسرائيلي يقولك ما تجوز اللي يوم ثاني كيف كيف يتضغطوا عليهم باش يجندوهم كذلك ناس اللي عمال هما مقيمين داخل قطاع غزة ويعملوا خارج قطاع غزة سواء داخل الأراضي فلسطيني المحتلاء القدس أو غيرها أو يعملوا في الظلفة الغربية لما هذك الفلسطيني المسكين ليجري على قوت ولاده يلقى رحب لما يعطلوش رخصة باش يدخل بالتالي راح يفقد قوت ولاده بالتالي هذه معروفة في أجهزة الاستخبارات أنها دائما هما الأكثر عرض للتجنيد هما الناس ضعفاء الأنفس ومحتاجين وفي حال الضعف شديد أو حاجة ماسة للمال هذو هما أكثر الفئة المسهدفة كذلك هذه النقطة كانت مدروسة بالنسبة للمقاومة واللي اغتنموا نقدر نقول هذا المعبر يكشف معلومات وخطط عن عملاء يتم عملاء سريين لأنه عدد كبير من العملاء داخل قطاع غزة يتم تجنيدهم من خلال معبر إيراز كانت من بين النقاط التي ركزت عليها المقاومة واختنمت الفرصة أنا برأي لهذا تم استيزاء لماذا تحت سؤال قد كان سبع معابر لماذا تهدفوا هذا المعبر بالذات لأنه هذا هو المعبر اللي يفوتوا منه المسافرين اللي عندهم غرض صحي للعلاج أو التجار أو العمال اللي يعملوا خارج قطاع غزة ولي دائما تدخل اسمعين ضمن ناطق نقدر نقول كشف عملاء وكشف كل الجواسيس بالنسبة لكيان الصهيوني واللي اغتنمت هالمقاومة في هذا الظرف بالتحديد هذا أمر مهم لما العدو تعكي يصبح مثل الأعمى والأطراش ما يشوف ما يسمع ندير فيه واش تحب